السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 30 أيار مايو القمر الآن موجود في برج الدلو زي ما حكينا في خلو مسار رح يبدأ ساعة 2.19 دقيقة من عصر اليوم الأربعاء اللي هم وعد بث الحلقة وبدو يستمر لغاية الساعة 12.32 دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحوت ورح يظل في برج الحوت لغاية الساعة 3.28 دقيقة من صباح يوم السب طبعا قلو المسار ذكرنا والقمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7.51 دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر الساعة 12.32 دقيقة بعد منتصف الليل هاي بصير القمر عندنا في برج الحوت عشان هيك طيلة اليوم القمر في الحوت فبيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات البعض منها ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور وكثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب ممكن أنه يديروا ظهورهم أو يتهربوا من المواجهة ويذرفوا الدموع بالإضافة لذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل هذا الوقت برضو بعض الأشخاص ممكن يبدأوا بعلاقة حب جديدة يمكن أيضا التعمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري أي زاوية رح تكون الساعة 2 و 12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نكون متعاقدين من نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه ممكن يعرضنا لعسر بالهضم أو التخمة يعني هاي برضو الزاوية بتدل على أنه فترة ممتازة للنصابين والمحتالين لأنه بقدروا يستغلوا هاي الزاوية وينصبوا على العالم بشكل كبير أما الأشخاص اللي ما بدهم ينتصب عليهم فبدهم يكونوا حذرين من الأشخاص اللي حواليهم بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و 42 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا من خلال التنفيس بصرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو هاي بتجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار وممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يتعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية القدمان، أصابع القدم، الغد النخامية، الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هذول الهرمونين بصير فيهم بعض الخلل خلال هاي الفترة فعشان هي كم نشعر بالألام أكثر من المعتاد وبصيبنا حالة من الأرق أو الكوابيس أو الأحلام اللي ما إلها أي تفسير باقي أعضاء الجسم طبعا إذا كان في مجال التأجيل يفضل التأجيل ولكن إذا كانت اضطرارية اليوم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية أيضا بخصوص عمليات التجميل طبعا أنا ما بنصح في هذا اليوم إجراء عمليات تجميل لاحق ولا جراحة لأن الزوايا كلها تقريبا إلها علاقة المشتري والزهرة والشمس والقمر زواياها سلبية فعشان هيك ما بنصح بعمليات التجميل إلا إذا كانت اضطرارية وما في مجال للتأجيل بالنسبة لإزالة الشعر طبعا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الحوت خلال هذا اليوم خلو المسار القادم رح يكون يوم السب بيبدأ الساعة 2.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 3.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 22 يوم الساعة 10.29 دقيقة مساءا بيصير 23 يوم نسبة الإضاءة 48% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 20.6 سعيدة بنسبة 100% الآن ساعة الصباح سعيدة بنسبة 70% القمر في الحوت حتى يوم 1.6 منتحس الآن بنسبة 60% ساعة الصباح منتحس بنسبة 40% ساعة العصر منتحس بنسبة 50% عطارد في الثاور حتى يوم 3.6 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 60% المريخ في الحمل حتى يوم 9.6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% ورانوس في الثاور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% ونبتون في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 2.9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر استقر في بيت متاعبكم الآن فخلال هذا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنك تخلدوا للراحة من وقت لآخر وضف ودوء الأجواء لإعادة الحسابات وللتخلص من الأمور اللي ممكن إنها تفيدك بتتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي أهم إشي إنك ما تبدأ بشيء جديد وحاول قدر الإمكان إنك تعمل بشكل روتيني برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون معهم وبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أو أحدهم أو من خلال علاقاتك الاجتماعية مع نوياتك مرتفعة وحضوضك عالية حاول إنك تحترم القوانين والمواعيد وما تماطل وعزز شعبيتك وإفرح مع الأصدقاء والأحبة ممكن اليوم تنجح في إنعاش علاقات عامة وتستفيد منها بشكل كبير برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية وتعتبر هاي الفترة يعني فترة فيها بعض الصعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة لولا الزوايا السلبية المتشكلة على مستوى الاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو حتى الأمور اللي تتعلق بالدراسة وتعزيز العلاقة مع الأحبة برضو حاول إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ وما تعتمد على الحضوض ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك يعني شوي إنك تركز بشكل جيد كون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا وما تستخف بالواجبات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارع لتصحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على آراء الآخرين اسعى لتصحيح مسار بعض الأمور وتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور وحاذر من التراجع الصحي ومن النصابين والمحتالين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر الآن استقر مقابلك تماما فعشان يبدك تكون حذر اليوم أثناء التعامل مع الشركاء سواء شركاء المال أو شركاء العاطفي أو ما بين الأزواج لأنه رح تتركز جهودك نحو تدعيم شراكاتك هذا اليوم مناسب للتفاهم مع الشركاء ولكن بدون عصبية وفرض الرأي وحاذر من المشاكل مهما كانت الضغوط هاي فترة شائكة فما تجازف اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر من الكلام الجارح رغم أنك تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا نجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط تحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت نجاح عمل معين باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة في هاي الفترة ابدأ بالأولويات قبل ما تنتقي للفرعيات ممكن تبدأ عمل جديد ولكن كثير من موليد برج الميزان في أمور صحية رح تكون بظاهرة بشكل واضح على الساحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتازه بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني وممكن تعيش أجمل اللحظات أو ممكن أنك تحقق أمنية أو ممكن تصيب هدف بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتمتع بشخصية جديدة جذابة فحلازم توظفها لتحسين وضعك بشكل ممتاز رغم أنه شوي بنصحك أنه ما تبالغ بالحضوظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن موجود في البيت الرابع يعني إحنا هنا منركز على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أكثر شيء فعشان هيك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن يعني تتوتر أو ترتبك بسبب حدث ما أو عطل منزلي أو شيء عائلي فحاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار عن طريق عقار أو الانطلاق في ورش الترميم أو تأهيل ولكن لا توقع على أوراق إذا بدك تستأجر عقار أو تبيع عقار يبلغ ما تتأكد من المعطيات والأوراق برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر الآن في البيت الثالث لا إلك يعني نشاط اجتماعي حوار نقاش تنقلات واتصالات ولكن بدك تنتبه اليوم أثناء تنقلاتك ما تتسرع وإذا عندك امتحان لا تعتمد على الحضود وإذا عندك التواصل مع الغير بدك تكون مرن ما تكون عنيد وعصبي بتجتاز اليوم بصورة عامة يوم إيجابي ممكن تهتم بسيارتك أو بإلكترونيات أو أمور إلها علاقة بالتكنولوجيا هذه فترة مهمة جدا للتواصل مع المجتمع ولأسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الثاني يعني بيت المال فممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهميش أنك ما تغامر بأموالك أي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما تتسرع باتخاذ أي قرار حاسم انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن أيضاً بدك تنتبه من النصابين والمحتالين وتنتبه على أموالك وما تسمع لأي شخص لأنه ممكن يغرر فيك فعشان هيقدك تكون حذر جداً برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً من بعد منتصف الليل بتبدأوا فترة إيجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وأيضاً كثير من موليد برج الحوت ممكن ممكن يحيص لهم خبر سار خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر